ان احنا المنتخب اللي زي المغرب لو لعب كسر عالم دلوقتي هيبقى رابع العالم تمام بس بنقول ان احنا منتخب كبير عانى كثيرا ودلوقتي بقى ليه شكل يطمن نسبيا ان احنا بنعود الى مصاف الكبار اللي احنا منهم فمن غير مبلغة ولا افوارة احنا النهاردة كويسين ومبسوطين وحتى انك تبقى بتوصل لاخر نص ساعة فبتجرب طرق لعب مختلفة امر ايجابي جدا برا ارضك وبتبقى حتى لما البنزين بيفضى شويتين وبترجع للخلف انت بترجع وانت مش قلقان مش بترجع وانت عامل بلوك متقدم قوي عندك انت لو بلوك واقف ومستني المنافس وبتبقى قاعد حذر تاني المنافس مش قوي لكن احنا فرضنا عليه بجزء كبير من جماعيتنا ورغبتنا هذه الاشكال من الضعف اللي ظهر بيها اي نعم النهاردة 30-40% من المباراة كانت البنت اللي بتشرب الكركدي او التمر الهندي والولد اللي بياكل البيض المسلوق لكن فيما تبقى من المباراة شفنا مباراة حلوة شفنا شراسة من بدايتها كسبنا النهاردة باربعة اهداف دون مقابل منتخب ملاوي فوصلنا من جديد الى قمة مجموعتنا في التصفيات اللي هي مش حاجة مقلقة ان انت تروح امم افريقيا التصفيات مش حاجة مقلقة لكن مستواك في التصفيات اكيد معبر اهي دي اشهر اشهر سيدة في ملاوي النهاردة اشهر سيدة في الوطن العربي النهاردة في اللقطات اللي اتزعت مش هي بس هي والشاب اللي كان لابس تشيرت ارسنال حقه كان بيشجع ارسنال النهاردة اكتر ما بيشجع ملاوي الراجل مارينكا كان قافش قوي على جمهور ملاوي النهاردة ليه؟ لانهما كانوا فرحانين منتخب مصر عندنا لكن ما اجمل اللقطة الجميلة اللي في نهايات المباراة لما قرر مستر روي بيتوريا انه يخرج محمد صلاح خلاص خدنا ما نريده فاخرج يا صلاح وشوف قد ايه الجمهور في بلد افريقية صغيرة جميلة شقيقة وهو بيهتف لمحمد صلاح خل محمد صلاح وهو خارج بيحي جمهور ملاوي المهذب جدا لانهما شايفين اسطورة من اسطور الكرة الافريقية موجودة على ملعبهم دي لقطة من اللقطات اللي احنا بنحبها جدا وبنستنيها وندرت ربما اخر اللعيب كان عنده المشهد ده من الدول الافريقية كان تحديدا العربية كان ابو تريكا دلوقتي بنشوفها مع محمد صلاح وبهذه الاشكال حقيقة كانت لقطة جميلة جدا ومنطقية وطبيعية بفوز رباعي النهاردة لمنتخبنا الوطني ويتبقى لنا الان نقطة لتأكيد التأهل رسميا من مبارتين مقبلتين اثيوبيا في القاهرة وغينيا من غير ترتيب هناك في غينيا اللي احنا بنتقاسم معهم الصدارة حاليا وان كنا متفوقين بفارق الاهداف هنتكلم عن شوية نقاط جدا